ايها التلاميذ الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله درسنا لهذا اليوم في مدة الفلسفة يتعلق بتحليل مقال فلسفي نص المقال هل القيمة الاخلاقية مطلقة ام نسبية المعلوم والمعروف كما هو معهود بيننا ان التلميذ يتعين عليه ان يبدأ بفهم او مرحلة فهم السؤال من خلال تحليل الفاضه السؤال واضح كما نرى من خلال نص المقال هل القيمة الاخلاقية مطلقة ام نسبية كلمة مطلقة ماذا تعني ما معنى ان القيمة الاخلاقية مطلقة مطلقة اي مستقلة عن الانسان خارج اطار الزمان والمكان اما نسبية فهي تابعة للانسان ومتغير اذن فلدينا كما هو واضح موقفان موقفان متناقضان وهذا من الناحية المنهجية يحدد لك الطريقة التي يتعين عليك اتباعها انها طريقة الجدل لكن قبل ان نمر الى طرح المشكلة او المقدمة يتعين علينا ان نتساءل الان باذئة بدء ما معنى مفهوم الاخلاق الاخلاق مجموعة المبادئ المعيارية التي ينبغي ان يجهي السلوك البشري بمقتضاها هي التي ترسم طريق السلوك الحميد وتحدد بواعته واهدافه كما تحدد السلوك الرديل وتحدد من اقتناء اطاره وهذا بناء على القيم التي تشارعها من خير وشر فعلا الاخلاق مجموعة المبادئ المعيارية التي ينبغي ان يجري السلوك البشري بمقتضاها فهي التي ترسم طريق السلوك الحميد وتحدد بواعثه واهدافه كما تحدد السلوك الرديل وتحذرنا من اقتناء اثره وهذا بناء على القيم التي تشرعها من خير وشر والجذير بالذكر انه قد اختلف بشأن طبيعة القيمة الاخلاقية فمنهم من نسبها الى الانسان واعتبرها نسبية ومنهم من جعل الانسان تابعا لها واعتبرها مطلقة الاشكال المطروح الان فهل القيم الاخلاقية تابعة للانسان وبالتالي نسبية ام مستقلة عنه وهي مطلقة هذا فيما يخص الاشكال المطروح الان نتناول خطوة طبعا لاحقة بعد المقدمة المحطة التالية ما هي لا شك ان المحطة التالية هي عرض الاطروح السؤال الان ماذا نقول في هذه الاطروحة يا ترى نقول في هذه الاطروحة ان الاخلاق من طبيعة مطلقة الاخلاق من طبيعة مطلقة من يتبنى هذا الطرح الذي يتبنى هذا الطرح الموقف العقلي نعم اذا يتبنى هذا الطرح الاخلاق من طبيعة مطلقة الموقف العقلي اما الحجة فوجود القيمة الاخلاقية مستقل عن كل سبب يجعل منها قيمة متغيرة فهي ثابتة ومطلقة ومستقلة عن الانسان كما ان القيم الاخلاقية غايات قصوى وليست وسائل لغايات ابعد منها فهي تحمل قيمتها في باطنها ولا تتغير بتغير نظرة الناس اليها ولا تختلف باختلاف الظروف التي تكتنف حياة الناس وتغير من رأيهم في الاشياء والافعال لانها قائمة في طبائع الافعال لا خارجها هذا ما يقول به الدكتور توفيق الطويل في كتابه الفلسفة الخلقية الخلقية بعد ذلك نجد ان للقيم الخلقية جملة من الخصائص كما يوضح الدكتور توفيق الطويل في الصفحة السادسة والعشرين بعد المئة من هذه الخصائص ان القيمة الخلقية عامة وليست خاصة اي انها تتخطى حدود الزمان والمكان ولا تخضع لاختلاف ظروف اصحابها فالصدق والاخلاص في العمل وانصاف المظلوم من القيم التي يتفق الناس على خيريتها وهذا في جميع الاحوال من خصائصها ايضا انها ضرورية وليست عرضية اي انها جوهرية لان الحياة لا تستقيم بدونها ومن خصائصها ايضا انها واضحة في ذاتها لا تستدعي برهانا لان صوابها يكمن في باطنها اذ يكفي ان يفهمها الانسان ليسلم بصوابها ومن خصائصها ايضا انها لا تحتمل تناقضا اي يستحيل جعل نقيضها قاعدة عامة لسلوك الانسان فالعدالة كفضيلة اخلاقية محمودة تقتضي كون الظلم رذيلة منبوذة فنقيض المبدأ الخلق مستحيل وتعميمه كقاعدة عامة اكثر استحالة وهذه النظرة قديمة قديمة عرفت مثلا عند افلاطون الذي انطلق من مبدأ مناقد لمبدأ السفستائيين حيث يقول ان الاله مقياس كل شيء يعتقد افلاطون ان القيم الاخلاقية عبارة عن مثل في عالم الاله من حيث هي حقائق خالدة لا تفنى فهي قيم ازلية ابدية وبالتالي فهي قيم مطلقة لذلك يميز افلاطون بين عالمين عالم الحس وعالم المثل عالم الحس عالم الحقائق النسبية المتغيرة عالم الحقائق المزيفة عالم ندركه بحواسنا وعالم الحس هذا يمثل شبحا او ظلا لعالم اخر اسم منه انه عالم المثل عالم الحقائق المطلقة المستقلة عن ذات الانسان وعليه فالانسان لا يصنع القيم الخلقية لان وجودها سابق لوجوده السؤال الذي بود ان اطرحه عليكم من هو الفيلسوف الذي يتبنى هذا الطرح اي ان القيمة الخلقية مطلقة في هذا العصر الحديث وهو الفيلسوف ايمانيال كانت انه الفيلسوف الالماني فيلسوف الاخلاق ايمانيال كانت بالفعل الذي انطلق من العقل كاساس للقيمة الخلقية ومعيار الخيرية في السلوك يرتد عنده الى الارادة وحدها وهي عنده لا تحركها الرغبات والاهواء والنزوات لان السلوك الخير انما يكون كذلك اذا تم بمقتض الواجب وحده وهذه وظيفة الارادة الخيرة لذلك اعتبرها كانت الدعامة الاساسية للفعل الاخلاقي بل هي الشيء الوحيد الذي يمكن ان يعد خيرا في ذاته دون اي قيد او شرط لانها تستمد خيريتها من باطن ذاتها اي من صميم نيتها دليل كانت على ان الخير يكمن في الارادة وحدها هي ان سائر الاشياء التي قد نعدها حسنة كالذكاء والشجاعة والثراء والقوة وما الى ذلك يمكن ان تستخدم في فعل الشر او في فعل الخير على حد سوى ولا تصبح خيرة الا بالقياس الى ارادة تستخدمها استخداما اخلاقيا فتكسبها صفة الخير وتلك هي الارادة الخيرة وهكذا فالقيمة الخلقية للفعل تكمن في مبدأ الفعل لا في نتائجه حسب كانت القيمة الخلقية للفعل اذا تكمن في مبدأ الفعل لا في نتائجه هل هذه العبارة واضحة عندكم استاذ قلت ان القيمة الخلقية للفعل تكمن في مبدأ الفعل لا في نتائجه ما معنى هذا نعم قلت ان القيمة الخلقية عند كانت تكمن في مبدأ الفعل لا في نتائجه اي ان كانت يقول كما هو معلوم بالواجب من اجل الواجب اي ان الانسان اذا ادى فعلا او سلوكا ما لا ينبغي ان يتقيد السلوك عنده باي مصلحة او منفعة شخصية فينبغي ان لا يصرف بصره او نظره الى النتائج اي لا يهدف الى اي مصلحة او غرض شخصي بل يقوم بالواجب من اجل الواجب لذلك يقول كونت في هذا المجال ان الفعل الذي يتم بمقتض الواجب انما يستمد قيمته الخلقية لا من الهدف الذي يلزم تحقيقه بل بل من القاعدة التي تقرر تبعا لها فهو لا يعتمد اذا على واقع موضوع الفعل بل على مبدأ الارادة وحده والقوانين الاخلاقية تظهر للارادة في صورة اوامر والتي يطلق عليها كونت قوانين العقل العملي وهي تتعارض مع غرائزنا واهوائنا لذلك تخاطبنا تلك القوانين بلهجة الامر او السيد على حد تعبير كونت الذي يلزمنا باتباع اوامره ويميز كونت بين نوعين من الاوامر اوامر مقيدة اي بالشهوات واوامر مطلقة اي صادرة عن العقل الاوامر المقيدة كأن اقول لك اذا اردت الربح في التجارة فعليك بالصدق فانا هنا لم اقم بالصدق كقيمة خلقية ام لاها علي العقل بل اتخذت القيمة الخلقية هنا وسيلة لتحقيق غرض مادي وهو الربح اما الاوامر المطلقة فهي تلك التي صدرت عن العقل كأن اقول لك مثلا عليك بالقناعة او بالصبر او بالصدق فالصدق هنا مطلوب لذاته لا لتحقيق غاية اخرى الان ننتقل كما ترون الى مرحلة لاحقة تتمثل في النقد فنقول اذا كانت القيم الاخلاقية تتعلق بالصورة التي ينبغي ان يكون عليها سلوك الانسان فان القول باستقلالها ذاته يفقدها حيويتها وفعاليتها التي لا يمكن فصلها عن طبيعته وحريته نقول ان كانت القيم الاخلاقية تتعلق بالصورة التي ينبغي ان يكون عليها سلوك الانسان فان القول باستقلالها ذاته يفقدها حيويتها وفعاليتها التي لا يمكن فصلها عن طبيعته وحريته أستاذ فعلا ما قيمة الإيمان بقيم صورية مجردة تتعالى عن طبيعة الإنسان وتتجاوز يومياته سؤالك وجيه فعلا فلو كانت القيم الأخلاقية مطلقة لما تغيرت بتغير المكان والزمان ثم إن هذه الأخلاق متعالية وغاية في الصورة كما ذكرت أي بعيدة عن معالجة الواقع الإنساني من الانتقادات التي وجهت إلى هذا الطرح القائل بمطلقية القيمة الخلقية هو تغيرها بتغير المكان والزمان إذ التاريخ شاهد على أنه ما من فضيلة إلا وكانت عند بعض الناس في بعض العصور رذيلة وما من رذيلة إلا وكانت عند بعض الناس في بعض العصور فضيلة لأن الناس يختلفون باختلاف ثقافاتهم ومعتقداتهم وسائر مقومات حضاراتهم والخلاصة هنا أن الإنسان لا يمكن بحال أن يستغني عن القيم الأخلاقية سواء كان مصدرا لها أو متطلعا إليها لأن حياته لا تستقم إلا بها وأن وجودها لا معنى له إلا بالإنسان الذي يعيها ويعمل من أجل تحقيقها إلى هنا تعرفنا إلى الموقف الأول أو إلى الأطروحة القائلة بمطلقية القيمة الخلقية السؤال المطروح الآن ما هو الطرح الذي سنعالجه من خلال ناقيد الأطروحة أو الموقف الثاني ومن يتبناه هذا ما سنعرفه في الجزء الثاني من هذا الدرس فترقبوه والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر